بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نأخذ في هذه الحلقة قصة نبي الله يونس عليه السلام وقعت قصة يونس عليه السلام في القرن الثامن قبل الميلاد في شمال بلاد الرافدين في بلدة نينوة كانت هذه القصة هي تمرت طول دعوة فإن إبراهيم عليه السلام التي استمرت لمدة قرن في بلاد العراق حتى هاجر إلى بلاد الشام ولذلك كان فيها جني ثمار لهذه الدعوة القديمة لسيدنا إبراهيم وكان هذا النموذج متفرد في الزمان في جميع الأمم برغم طول هذا الزمان ظهرت هذه الاستجابة لله سبحانه وتعالى وقيام منهج سليم في أمة يونس عليه السلام وكان هذا من ثمار دعوة سيدنا إبراهيم وكان بين يونس عليه السلام وبين إبراهيم عليه السلام ألف سنة قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعاها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين تتلخص دعوة يونس عليه السلام في بعسته إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وكالعادة فقد قابلوا دعوته بالتكذيب والمحاربة واستمر يدعوهم حتى وصل إلى الحد الفاصل بالإمهال فإما العذاب وإما الإيمان لكن كانت عزيمة يونس عليه السلام شديدة وعندما بلغ هذا الحد الفاصل مع قومه ذهب منهم مغاضبا وخارج من بين أظهرهم بعد أن تيقن من عدم جدوى دعوتهم وكان هذا من نفسه ليس من المولى عز وجل من أمر الله سبحانه وتعالى على سنة الرسل من قبله وبالفعل فقد أضل العذاب قوم يونس متزامنا ذلك مع خروج نبي الله يونس عليه السلام حين شهد قوم يونس علامة العذاب ما كان منهم إلا أن ضجوا بالتوبة ضجيجا شديدا واحتالوا لذلك بتفريق جميع الولاية من البشر والأنعام من أمهاتها واستمروا في التضرع والبكاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالنحيب حتى أنظر الله سبحانه وتعالى رحمته ورفع عنهم علامات العذاب وفرحوا بذلك فرحا كثيرا وراحوا يبحثوا عن رسولهم نبي الله يونس عليه السلام ليؤكد له توبتهم وإيمانهم جميعا لكن يونس عليه السلام كان في شان آخر يصارع الأمواج موليا بعيدا عنهم بعد أن ركب البحار التي لم تقبل منه هذا العمل فحبسته في سفينة بأمر الله سبحانه وتعالى علم بأن السفينة علم الأرباب السفينة وركاب السفينة بأن فيهم رجل مخصوط بهذا الحفص وتساهموا على ذلك فخرج السهم على رسول الله يونس عليه السلام أكثر من مرة فرمى بنفسه في البحر وهو مستسلم والتغمه الحوت وهو مليم فراد في الظلمات اللا إله إلا أنت اللا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين طول الله سبحانه وتعالى نبي الله يونس في الماء وفي كبد الحوت وفي جوف الحوت وحين ألقي بالعراء وحين لقي قوم يونس رسولهم بعدا نجاه الله ونجاه الله كذلك فرحوا بذلك فرحا كثيرا وعادوا جميعا إلى بلاد سمال العراق ليعيشوا في نعمة ومتعهم الله سبحانه وتعالى إلى حين يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصفاد عن ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فلتغمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو وسقيم ونبثنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وإلى اللقاء في حلقة أخرى